ست الفاضلة أم أمل بتسأل عن صلاة التسبيح وموضع التسبيحات يعني إمتى بنقول التسبيحات وكام عددها ولازم أصليها كل قد إيه هقول صلاة التسبيح بهدوء كده وبالراحة مع بعض إحنا بنصلي أربع ركعات في كل ركع من الركعات الأربعة في صلاة التسبيح بنقرأ فاتحة الكتاب وصورة أي صورة يعني أنتو تختروها يبقى هما أربع ركعات في كل ركع من الأربعة أقرأ فاتحة الكتاب وأي صورة أنا أخترها تمام طيب أنا هو في أول ركع بعد ما أنا بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع بقول وأنا قائم التسبيحات دي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أول مرة هقولها خمستاشر مر بعد ما خلصت الإراءة أقول التسبيحات دي خمستاشر مر وبعدين أركع وبعد التسبيح المعتاد اللي احنا بنقوله في الركوع بعد ما خلصه أقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات وبعدين لما ارفع رأسي من الركوع أقول سمع الله لمن حمد عادي زي ما احنا بنقوله وبعدين أقول ونواف كده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات وبعد كده نهوي إلى السجود وبعد التسبيح المعتاد اللي احنا بنقوله في السجود بعد ما نخلصه نقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أقولهم عشر مرات وبرفع راسي من السجود يعني بعد طبعا الدعاء المعتاد اللي احنا بنقوله والله مغفر لي وارحمني وعافني إلى نهاية الدعاء أو أي دعاء انت حافظه بين السجدتين بتقوله بعد ما برفع راسي من أول سجود أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أقوله عشر مرات وبعدين نسجد وبعد التسبيحات المعتادة اللي بنقولها أثناء السجود نقول عشر مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أقولهم عشر مرات ولما رفع رأسي من السجود بعد بجلس شوية بنجلس كده من سنة القرفصاء يعني في استراحة خفيفة ما بين السجود والقيام للركعة التانية بعض شوية كده وأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أقولها عشر مرات مجموع اللي عملته ده في الركعة الوحدة خمسة وسبعين مرة خمسة وسبعين تسبيح خمسة وسبعين مرة في كل ركعة وبعمل نفس اللي احنا شرحناه ده في بعمله أربع مرات يعني في الركعات الأربع في كل ركعة بنعمل كده يكون مجموع التسبيح كان كام 300 تسبيحة وهذه هي طريقة صلاة التسبيح طيب أنا أصليها قد إيه؟ يعني من السنة يعني الإنسان على الأقل على الأقل أن يصليها في العمر مرة ولكن يفضل إحنا بنقول على الأقل لكن الإنسان يفضل أنه مثلا يصليها في الأوقات الفاضلة والشريفة يعني مثلا في شهر رمضان العشر الأواخر إذا ربنا وفقوا لليلة القدر في يوم عرفة في العشر بتعذي الحجة في الأشهر الحرم الأربعة كل دي أوقات وأيام يوم الجمعة من الزمان الشريف والأوقات الشريفة إذا الإنسان قدر أنه يصليها يفعل الإنسان الخير قدر استطاعت ينوي هذا الفعل دائما ويسأل الله التيسير على القيام بذلك ويسأل الله مدد العون بأنه يعان فيقدر يأتي بهذا الذكر المبارك وعلى الله سبحانه وتعالى التيسير والقبول ربنا يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرة